النفق الطويل والمظلم قد يصبح أكثر إشعاعاً في القريب العاجل هذا ما يتوقعه رؤساء كبرى شركات اللقاح الأمريكية بانتهاء جائحة كورونا خلال عام الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرد بورلا أعرب عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها في غضون عام مشيراً إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي خصوصاً مع انتشار متغيرات شديدة العدوى توقعات بورلا تتماشى مع نظيره الرئيس التنفيذي للشركة موديرنا ستيفان بانسل الذي يفترض فيها بأن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون سنة كذلك وذلك مع زيادة إنتاج اللقاحات وبالتالي توفير إمدادات عالمية كافية رئيس شركة موديرنا أوضح أن الوضع سيكون في نهاية المطاف شبيهاً بالإنفلونزا والاعتماد على اللقاحات السنوية لتخفيف حدة المرض إن أصيب الشخص ومع بدء تعافي الدول الغنية يشتاح الفيروس البلدان النامية فالتفاوت الكبير في معدلات تطعيم بين العالمين واضح مع تشديد منظمة الصحة العالمية على ضرورة تقديم الجرعات التي تعهدت بها الشركات المصنعة للقاحات والدول الغنية لصالح الدول الفقيرة وفقاً للبنك الدولي أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع ما معدله 97 جرعة لكل مئة نسمة مقارنة بجرعتين فاصل ست فقط في البلدان المنخفضة الدخل مع أمل تحالف كوفاكس الدولية الرامية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل بتلقيح 20% من سكان الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل على الأقل رشخيات العربية